تفاصيل وفاة اليوتيوبر السورية طيوبة ام البنات هي وزوجها وبناتها في الزتزال اللي حصل في تركيا وسوريا وكمان قوات الانقاذ خرج الطفل وهو طالع بيدحك بعد ما فضلت تحت الانقاذ 128 ساعة اهلا بكم متابعين قناة محمد سيف الدين طيوبة ام البنات دي واحدة عندها 27 سنة موليد 1997 وهي يوتيوبر سورية وانتقلت من سوريا علشان تعيش في تركيا بعد الظروف اللي مرت بها سوريا في 2011 وبعد كده بدأت تتجه ان هي تعمل محتوى على اليوتيوب وعلى منصات التواصل الاجتماعي واشتغلت في المحتوى الترفيهي اللي بيتعلق بتدبير امور المنزل وقدرت ان هي توصل للطبقات كتير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي لكن في الفترة الاخيرة انتشر اخبار عن وفاة طيوبة ام البنات تحت انقاذ زلزال اللي حصل فيه تركيا وسوريا وفي عدد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي اكدت وفاة طيوبة ام البنات في الزلزال اللي حصل الفجر يوم الاتنين ستة فبراير اللي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا واللي اثبت بالفعل ان فرق الانقاذ قدرت ان هي تطلعهم من تحت الانقاذ لكن خرجوا متوفيين اما الموضوع التاني موضوع حلقتنا هو تمكنت قوات الانقاذ ان هي تنقذ طفل وهو طالع بيتحك من تحت الانقاذ بعد ما فضل تحت الانقاذ حوالي 128 ساعة من وقوع الزلزال والغريب بقى ان هو خرج وهو بيتحك لا فيه بكاء ولا فيه اي حاجة وده كان موضوع حلقتنا النهاردة ربنا يا رب يهون عليهم ويرحم موتاهم ويشفي المصابين اللي منهم متنساش تعمل لايك للفيديو وتشارفنا بالاشتراك في القناة كان معكم محمد سيف سلام عليكم